السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة كنشكركم دائما على حسن المتابعة وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وانتم ما كتشاهدون نهار جديد فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله غد نشارك معكم خلطة الصابو البلدي بالاعشاب والعكر الفاسي والنيلة الزرقة والنيلة الصحراوية وببعض الاعشاب العطرية صراحة من ارواع مياكم صراحة وصفة اللي انا شخصيا ما كنستغناش عليها الصابو البلدي هذا بالاعشاب دائما كين عندي يعني ما كنستعملش الصابو البلدي بعدو ضروري ما كنخلط معا هاد الاعشاب باش كنستعملو في الحمام صراحة كيعطي نتيجة زوينة بزاف كي وحد لنا لول البشرة كيرطب لنا البشرة كيقشر لنا البشرة وكيعطي واحد تفتح خطير للبشرة واحد ترطيبو في واحدة الريحة اللي زوينة بزاف فاخليكم مع الفيديو باش تعرفوا على الاعشاب اللي غادي نستعملو في هذه الخلطة هادي والاهم هي طريقة للاستعمال دي لهذا الصابو البلدي اول مكون غادي نحتاجوا كيما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا تقريبا رابعة دي الصابو البلدي يكون نوعية جيدة غادي نحتاجوا معا هنا يا الورد البلدي يكون مطحون تقريبا قال مكوينة يكون مطحون ومغربلين عندنا هنا يا العرعار حتى هو مطحون وغادي نحتاجوا فليو فليو راكي يعطي واحدة ريحة زوينة ريحة اللي منعيشة في الحمام مع هاد الصابو البلدي هدا وهنا غادي نحتاجوا الاخزامة الاخزامة حتى هي راكت يعني كتعطي ذاك للسرخاء في الحمام وفي نفس الوقت راكت تعطي واحد تفتيح للبشرة غادي نحتاجوا مكوين اخر اللي هو الشيح الشيح راكي تعتبر كمطاهر ومعاقم للبشرة الناس اللي كيكون عندهم تسبوغات وكيكون عندهم الفطريات والالتهاب رازوين بزاف الشيح هنا غادي نحتاجوا الزعتر الزعتر حتى هو زوين وعندنا هنا يا الشبا فالشبا حاولوا يعني ما تستعملوش فيها يعني كميال كتيرة لانك تتعلق مع صابو البلدي ما كتخليش لوسخ يخرج لكم في الحمام هنا غادي نقول لكم من بعض المقادير أو بالعبار هنا غادي نحتاجوا الداد أو الداد يكون حتى هو مطحون والمكوين اللي اساسي في هذه القشور ديال البيض هنا القشور ديال البيض كتخدو البيض من بعد ما كتطيبو يعني البيض اللي كتقليه يعني ما شي البيض اللي يمسلوق وكتاخدوهم وكتتيبسوهم كتغسلوهم شوية ديال لمو الخل وكتطحنوهم وكتغربوهم حتى كيولووا على شكل بودرة وكتستعملوهم هنا غادي نحتاجوا نيلة زرقة أو نيلة صحراوية وغادي نحتاجوا العكر الفاسي يكون نوعية جيدة هنا غادي ندوزو مباشرة لطريقة باش غادي نخلطو هدوك الأعشاب مع الصابو البلدي تقريبا هنا يرى عندي رابعة ديال الصابو البلدي غادي نحتاج معها معلقة كبيرة ديال ورد البلدي معلقة كبيرة ديال العرعار ومعلقة كبيرة ديال فليو معلقة كبيرة ديال الخزامة ومعلقة كبيرة ديال الشيح غادي نضيف عليهم معلقة كبيرة ديال الزاطر ومن بعد هنا عندي معلقة كبيرة ديال شبة اللي متحونة ومغربلة ومعلقة كبيرة ديال الدد أو الدد وعندنا في الأخير هنا معلقة كبيرة ديال القشور ديال البيض اللي متحونين ومغربلين هنا غضي نضيف تقريبا واحد معلقة صغيرة ديال النيلة صحراوية او النيلة الزرقة حتى يتكون نوعية جيدة ومن بعد هنا غضي نضيف تقريبا معلقة صغيرة ديال العكر الفاسي فهنا غضي نخلطوا هاد المكونات كاملين مع هاد الصابو اللي بلدي ضروري ما تخلطوهم ويكونوا قبل غربلتوهم يعني المكونات كاملين يكونوا مغربلين باش ما تكونش فيهم شي حاجة اللي حرشها هكا وتأدي لكم بشرة ديالكم غضي نخلطوا هاد الأعشاب العطرية كاملة مزيان مزيان مع هاد الصابو البلدي وبالنسبة الناس اللي بغوا يديروا كيمية كثيرة يقدروا يضعفوا المكونات وحتى الناس اللي بغوا يستعملوا هاد الخلطة ديال الصابو البلدي بالأعشاب العطرية كمنطوش ديجاري را تصلح لكم هنا غضي نعطيكم واحد لإضافة اللي زوينا بزاف وغادي تنفعكم بالنسبة للناس اللي كيستعملوا هاد الصابو البلدي بالأعشاب كمنتوج دجاري وكيطلق لهم يعني الماء يكتخلطوه بالأعشاب كيطلق لكم الماء من بعد ما كتديرو في تلاجة أو لا كتديرو في شبوطة كيطلق لكم الماء هنا سر اللي غادي تضيفه لهاد الصابو البلدي هذا غادي تزيدو لي تقريبا واحد جوج معارك الكبار ديال مايزينة أو ناشا الدورة صدقوني جربوا هاد الفكرة هدي ورا غادي يبقى معاكم الصابو البلدي ديالكم جامد ويبقى مجموع مايطلقش لكم الماء يعني أكتر مدة عندكم غير فقط ما تستعملوش ليد ديالكم يلا درتوه في شبوطة أو درتوه في شعلبة ما تستعملوش ليد ديالكم ضروري تستعملوش معلقة هاكا ديال الخشب باش كتهزوا ذاك الصابو البلدي الوقت اللي احتاجتوه فكتستعملوا وحاولوا أنكم تديروا هاد طريقة هدي تضيفوا عليها نشا أو مايزينة وغادي تجربوه وان شاء الله غادي ينفع معاكم شوفونا يا الصابو البلدي كيما كيبال لكم بعد ما خلطنا بالأعشاب راه تطلق لنا يعني معا سخونية وكان بقاو نحركوا في هدوك الأعشاب راه كيتطلق لنا ذاك الصابو البلدي وكيولي جاري هنا راه كيبال لكم بحال اللي خلط لحنة معلما يعني يمطلوق كيما كيبال لكم هنم بعد ما غادي نضيف عليه ديالك جر معاق كبار ديال انشاء أو مايزينة عادي نجمعوه وغادي ندروه في واحد البواطن وغادي ندروه آآ في الي indie غير في التحت يعني ملا تستعملوه there's no no neu ما تدروش في المجمد غادي تدرو غير في الي stream غادي تدرو غير في الجiedة الفي tohy لوقت اللي هحتاجتوه وغادي تزمنو وغادي تستعملوه ومباشرة ماكيدووز خليبا غير واحد نصحة في الجهازة راه كيتجمع كامل ومن judged 04 اللي ما كتجمع ours لما بغاوش يدرو ف تلجا بلا embarrassment لا يخسر. يعني كتخلوه في شيء بوطة وكتخلوه في أي بلاصة عندكم يعني غير ما تديروه الشيء بلاصة اللي تكون سخونة. رادك انشاء او ميزينة كيخلي ذلك الصابو البلدي كيبقى مجموع. وهنا بنسبة لطريقة الاستعمال دياله هنا كنوريكم كتاخدوه وكتديوه معاكم الحمام كتديرو الماء من بعد ما كتتسخنوه ومن بعد كتبقوه على الجسم ديالكم كامل وكتخليوه تقريبا واحد خمسة ولا عشرة ديال الدقيق من بعد ما كتديرو واحد القوماج هكا بتدليك الجسم ديالكم ومن بعدها تستعملوا الكيس ديالكم وكتبداوك تحكوه صدقوه ونيرا كيعطي واحد ترطيب واحد تفتيح كيعطي واحد تقشير اللي خطير بالنسبة لناس اللي كيكون عندهم ذوك الخطوط الحمراء ره ما تيبقوش وبالنسبة لناس اللي كيكونوا عندهم البشرة ديالهم مموحدش اللون ديالها رهزوين بزاف كيوحد لون البشرة وكيبيض وكيفتح لنا المناطق اللي عندنا الداكنة في الجسم ديالنا هنا كتديروه في علب وكتستعملوه في كتحاولوا انكم تحطوه في تلاجة او لا في اي بلاسة عندكم في المطبخ غير ما تكونش بلاسة اللي سخونة هنا وبالنسبة للناس اللي كيبغيوا يستعملوه كتبريمة غادي تاخدوا معلقة كبيرة من هاد الخلطة ديال الصب والبلدي مع جوج معلقة كبار ديال الحنة وغادي تخلطوهم بالماء يكون سخون وغادي تزيدو عليهم هاد شوية ديال الحامض وكتخلطو ديك التبريمة ديالكم وكتديروها الجسم ديالكم حتى مع الحنة را كيجيزوين يعني خاص صغير يكون عندك الكتاف باش كتحكي صدقوني رالو صخ ما كيتقادرش وكتبقوا وكتحكو كينقل البشرة وكيوحد لون البشرة وكيرط بصراحة زوين بساف انا را كنوريكم بعد ما دوس قريبا وقريبا واحد ساعة في الثلاجة انا صراحة كنديروه في الثلاجة لنا ما كنبيعوش غير كنديرو ليه وكندي حتى الوالدة هنا شوفوه كيفاش كيتجمع را مباشرة كيدوس قريبا واحد ساعة ولون ساعة وكيتجمع كامل داك الصاب والبلدي ما كيبقاش متلوق ما كيبقاش جاري وهنايا كنوري لكم لانا هنا بالنسبة لاغلبية ديالناس كيستعملوا في الاعشاب وكيتلق لهم الماء وما كيصلحش لهم فانا را كنوري لكم يعني را جامد ومجموع كامل صراحة شي حاجة اللي زوينا بزاف خلطة ديال صاب والبلدي بالاعشاب بالعكر الفاسي والنيلة والاعشاب العطرية زوينا بزاف التفتيح والترطيب والتقشير وصفة ديالنا كانت بهذا شكل خلطة صاب والبلدي بالاعشاب العطرية لتفتيح والترطيب وتقشير البشرة كانت مننا تجربة ان شاء الله وتنال استحسانكم كنشكركم دائما مع السلامة